أكدت منظمة اليونسكو عدم وجود أي علاقة لليهود في مدينة القدس المحتلة لا من الناحية التاريخية ولا الثقافية وخلال الشماع لها يوم أمس صادقات المنظمة على قرار يصف سلطات الكيان الصهيوني بسلطة احتلال وطالبها بوقف جميع عمال الحفريات في المدينة وعدم منع الفلسطينيين من الصلاة في المسجد الأقصى في صفعة جديدة للكيان الصهيوني تدحض مزعم الصهيونة بما يسمى جبل الهيكل تحت المسجد الأقصى المبارك أقرت لجنة المدراء التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو يوم أمس بأن لا علاقة أو رابطا تاريخيا أو ثقافيا لليهود في مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك على أن يصوت المجلس التنفيذي للمنظمة يوم الثلاثاء المقبل على قرارين جديدين حول فلسطين المحتلة وفي اجتماع لها بحضور 58 دولة في باريس أقرت اللجنة مشروعي قرارين يؤكدان عدم وجود أي ارتباط ديني بين المسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة واليهود معتبرة القدس مكانا مقدسا للمسلمين وقد حاز مشروعي القرارين على 24 صوتا مؤيدا مقابل 6 أصوات معارضة وامتناع 26 وغياب 2 وكالعادة عرضت الولايات المتحدة القرار كما عرضه كل من بريطانيا ولاتفيا وهولندا وأستونيا وألمانيا وأكد المجلس التنفيذي في القرار المدرج تحت اسم فلسطين المحتلة أن المسجد الأقصى مخصص للعبادة المسلمين وأن باب الرحمة وطريق باب المغارب والحائط الغربي له وساحة البراغ جميعها أجزاء لا تتجزأ من المسجد ويجب على الكيان الصهيوني تمكين الأوقاف الإسلامية الأردنية من صيانتها وأعمارها حسب الوضع التاريخي القائم قبل الاحتلال عام 1967 وبين القرار أن هناك فرغا بين ساحة البراغ وساحة الحائط الغربي التي تم توسعتها بعد عام 1967 ولا تزال قيد التوسعة غير الغانونية المستمرة على حساب آثار وأوقاف إسلامية كما طالب الاحتلال بعدم التدخل في أي من اختصاصات الأوقاف الأردنية الإسلامية في إدارة شؤون المسجد الأقصى ووجه إدانة شديدة لاستمرار اقتحامات المتطرفين وشرطة الاحتلال وتدنيسهم لحرمة المسجد الأقصى وطالب المجلس التنفيذي بوقف اعتداء وتدخل رجال ما يسمى بسلطة الآثار الإسرائيلية في شؤون الأقصى والمقدسات مؤكدا على صون التراث التقافي الفلسطيني والطابع المميز للقدس الشرقية وأعرب عن أسفه الشديد لرفض الكيان الصهيوني تنفيذ قرارات اليونسكو السابقة وعدم انصيعها للقانون الدولي كما طالبها بوقف جميع أعمال الحفريات والالتزام بأحكام الاتفاقيات الدولية المتعلقة بهذا الخصوص ووقف إعاقة وصول الفلسطينيين لمساجدهم وكنائسهم مستنكرا لإعتداءات المتواصلة ضد رجال الدين المسلمين والمسيحيين وشدد المجلس مجددا على الحاجة العاجلة للسماح لبعثة اليونسكو للرصد التفاعلي بزيارة مدينة القدس وتوثيق حالة صون تراث المدينة المقدسة وأسوارها عبر إرسال لجنة تحقيق لتقصي الحقاغ حول مساس تل أبيب بالأماكن المقدسة مشيرا إلى الكيان الصهيوني باعتباره قوة احتلال من جهتها أعلنت سلطات الاحتلال الصهيوني تعليق كل نشاط مهني مع اليونسكو على الفور بعد هذا التصويت وقال وزير في حكومة الاحتلال أنه وفقا لهذا التصويت فإن إسرائيل ستوقف فورا كل مشاركة ونشاط في المنظمة الدولية موسيقى